بسهلك عن المنتخب الإيطالي في الوقت الحالي مع إسباليتي رأيك إيه فيما يقدمه أظن أن الإيطاليا أعاد نفسه إلى مسيرته من جديد ووضع نفسه على طريق المجد من جديد لابد أن نبدأ صفحة جديدة لابد أن نبدأ صفحة مليئة بالأمل وأظن أننا سنرى منتخبا أقوى تحت قيادة إسباليتي عظيم عايز أعود للماضي بعض الشيء وسألك على فيدريكو وهو صغير وسؤل من سيكون الأفضل والدك أما باتستوتا في فورونتينا ورده قال أنه هيكون هو الأفضل هل الآن ترى أن فيدريكو هو الأفضل منك ومن باتستوتا؟ لا أعلم هذه المقابلة كانت مقابلة جميلة بالفعل لأنه أجاب بشكل عفوي على هذا السؤال لكن أقول لكم أن فيدريكو الآن هو الأفضل أنه سنرى له مستقبلا مشرقا وعظيما في الأيام القادمة هل كنت تتمنى رحيله من يوفينتوس والانتقار إلى ليفربول وتوقعاتك لتجربته مع ليفربول الإنجليزي؟ عفواني عادت السؤال هل كنت تتوقع أو تمنيت رحيله عن يوفينتوس وتوقعاتك لمستوى مع فريق الجديد ليفربول؟ لا الآن هو المسؤول عن القرار لكن أنا بالنسبة لي فأتمنى له أن يكون ذو مستقبل مشرق لكن في الحقيقة أنا سعدت كثيرا بانتقاله إلى ليفربول على العلم أنني كنت ضد هذا سابقا هل تتوقع وده سؤال يعني هسألولك بشكل أعمق شوية في الماضي كان هناك الكثير من السنائيات الرائعة على سبيل المثال أنت ومنشيني وروبيرت باجيو كان فيه مثلا زامورانو وسلس كان فيه أندي كول وداوت يورك كان فيه تشفتشينكو وكان فيه إنزاكي لماذا اختفت هذه السنائيات من العالم في الوقت الحالي؟ وهل تتوقع سنائية جديدة ما بين كييزا أو فيدريكو ومحمد صلاح في ليفربول؟ الآن لما عفوا لا أستطيع الإجابة بشكل واضح هل يمكن أن توضيح السؤال بشكل أوضح من هذا؟ باختصار شديد هل تتوقع سنائية رائعة ما بين فيدريكو ومحمد صلاح في ليفربول؟ مثل سنائيات كثيرة رائعة كانت في الماضي؟ أظن أن كلاهما لعب كبير أظن أنهم يستطيعون أن يكونوا ثنائية جيدة في ليفربول